ايه يا امين مالك بس في ايه يا اخي قول لي ممكن اقدر اخدمك لأ لأ بقولك ايه لا تخدمني ولا اخدمك ما تجيبيش سبت الخدمات دي انا عندي كابوس اليومين دول اسمه خدمات خير بس في ايه الكابوس بدأ ان الحمام عندي ابتدى ينقط طبعا انت عارف اول الغيس قطرة معروفة مراتي كل نص ساعة تقول لي عايزين سباك عايزين سباك كلمت سباك حلو حلو وبدأت الرحلة مبدئين اللي جالي ده مستحيل يكون سباك ده دكتور مسالك بولية ومعه مساعد مش سباك ابدا انا ما فهمتوش خالص معاش انت سمسونايت كيماما جوانتي دخل سألني فين الحالة تخيل دي طريقته طلب تيليو اولع بايب وبدأ يفحص المصورة والبايب في بقه والمساعد بينشف له عرقه وبدأ يسأل اسئلة عن ضغط المياه درجة حرارة السخان تاريخ المواسط المرضي وبالفحص المبداية طبعا شخص حالة الحيطة تصلب شرايين ومحتاجة اسطرة ودعمات بعد كده قرر انه لازم يلقن المصورة الورشة علشان يعمل لها شوية تفحصات واختبارات وتركيب كوع ومفصل وطرف صناعي اما سألته معلش يا دكتور ليه كل ده ما تصلحها وخلاص قال لي دلوقت انت لو عندك مصورة ام ومصورتين فرعيتين ومنبع ومصب ومزراب وازمة مية في دول حوض النيل ايه انسب لنا اننا نحل الازمة مؤقتا ولا اننا نجفف منابع الكارثة من اولها وعمال اللي فيها دكتور فاروق الباز طبعا انه ناس كت قلت له اعمل اللي انت شايفه صح قفش العربون يا بيه وحفر في حيطان البيت كلها وسبنا ومشي لا حول ولا قوة الا بالله على كده الحيطان بقت تمام يعني الحيطان كويسة مراتي هي اللي سخنت بقى ايه سخنت؟ ألف سلام عليها لا لا سخنت يعني اتحمست مش تعبت سخنت قالت لي بص بالمرة والحيطان متكسرة كده خلينا بقى نصلح كهربة البيت اللي خربانا من يوم ما تجوزنا دي بعدت جبت كهربائي ده بقى اقاب معانا في البيت فول بورد المدة اسبوع واكل شارب نايم كهرب لنا حياتنا كلها تماما قاعد يقول شوية مصطلحات غنطة كده في كلامه عشان يتوهني قال لي بص احنا سيادتك هنوصل لومد السقف عالطيار مش عالطرانسو والاستيطر ده عشان نسيطر عليه وما يلمسش مع بيته النور فخلناه على فازل واحده وصلنا دريك على خط للبوكس العمومي يعني شغل زي اللي عملناه في الفيلا بتاعت نيرميني الفئة بالزبط اجل شكل وفاهم انا قلت بس بقى بعد الشغل ده والفلوس دي كلها انا كده هكمل حياتي من غير مغير لمبة خلاه اتعشد هو ميش من هنا اجي يا ابنة ولا على النور الراديو يشتغل اشغل الخلاط العيالة تتكهربوا هم في سرائرهم ادوس على ريموت المادام ترقص اخر لخبطة لا والحيطان لسه مكسرة والبيت خرابة المهم بقى انك لو عديت المرحلة دي وظبطت الكهرباء بتاعت الشقة كلها وبعدين جبت بتوع التكييف الكهرباء هتضرب تاني فانت تجيب بتوع التكييف الاول يخربوا الكهرباء يجي الكهربائي عشان يبوزها تقومت تعدل فهمت التكنيك طب البيت كده بقى تمام لا ازاي ما انا لازم اجيب نقاش هسيب الحيطة كده بعدت جبت نقاش ده بقى مش سهل ده دخل علي دخلة فنية جدا تحسوا دا فينشي فان جوخ يا حساسك انه جاي يغير التاريخ ويخلد اسمه في بيتكم وجب سلامته يعاين كتير ويخبط على الحيطان كتير ورفع مقاسات كتير وبعد ما اليوم خلص قعد طلب نسكافيه جلد رفع راسه بطء وبص من الشباك كده هو بيكلمني مبصريش اسم الشباك كده وكلمني بصوت هادي قال لي بص يا استاذ انت هتسبني يومين ثلاثة كده عشان افكر افكر في ايه حبيبي وانا بقولك طلقني انا بقولك تعالى دين الصالة محتاج وقت تفكر في ايه بالزبط هتاخد رأي اخواتك محتاج فتوى شرعية في ده من الحيطان ده انت صالة نفس اللون ده قبل كده ومش حابب تكرر نفسك مثلا قلت له بص يا استاذ من غير التفكير انا عايز اخلص المهم قدر يقنعني انه بيعمل عمل فني مش نقاشة وكلمني عن الارتقاء بالزوء العام وان اوروبا بقت اوروبا عشان اهتموا بالنقاشة وكلام كتير من ده المهم اختفى وجالي بعد شهر معاى عشرين بني ادم كلهم شبه بعض تقريبا مين دول يا استاذ قال لي بص يا باشا ده الصناع اللي هيجلخ ولا عايزنا ادهن من غير ما جلخت لأ لا ايه نهاريسه لأ ما تجلخش ازاي معقول ده الجلخ اهم من البوية اساسا ومين ده يا فنم قال لي ده اللي هيدي وش السيلر وده اللي هيلقط وده اللي هيشرف على الطلقيت وده اللي هيدي وش بلاستيك واحد وده وش بلاستيك اثنين والباشمهندس اللي واقف ببلطه ده ده اللي هيخاوي اللون وده عملية صعبة جدا ما بيقومش بيها الا كيميائي محترف ومش اي كيميائي كمان مع انه كل الحيطان في مصر لونها واحد بيبقى بيش في الاول وبعدين بيدي على الماضي مع الوقت وده اللي هيعمل الشاي وده اللي هيعمل القهوة وده بتاع السحلب وده هيقف معانا كده مش هيعمل حاجة ده غير الدي جي طبعا اللي لسه هيجي ده بيبقى واحد مهمته في الدنيا مسك موبايل صيني وبيلعب بقى يفضل يبدن ما بين اهلا ولعبت يا ظهر وحلاوة روح لغاية ما نموت احنا في البيت بعدها بقى بنخش في مرحلة اللمسة الديكورية نختار كم حيطة من البيت ونقرر ان دول هنلحوسهم هنشوهم نظهرهم فاهم؟ واختار انت بقى يا سبونج يا فلفت يا ماربل ري ايه كاري ايه هناك ري ايه كاري الكريل ايه اي حاجة دول ايه دول؟ دول كلهم حاجة واحدة مبتتغيرش هو كل اللي بيعملوا انه بيوسخ الحيطة بسرعة بطريقة ما وبعد كم يوم الحيطان اللي ما تعملتش بتحصلهم بيبقوا مية واحدة يا ساتر ده كابوس فعلن يا اخي بس على كده بقى النقاشة دي اخر حاجة ونستريح هم قالوا لك كده؟ يا ابني بعد ما خلصنا عملية النقاشة المعقدة اللي خادت تقريبا اجمل سنين عمري اكتشفت مراتي ان الحيطان الجديدة بقت مش لايقه على الارضيات فجأة اكتشفت فقررنا ان انا نغير الارضيات بالمرة عشان تماتش مع الحوائط اللي هتسود بعد ثلاث ايام المهم ما انا قلت لها رخام وافقت ايه رخام يالله بتناكى اكلمت واحد اسأل على الاسعار اكتشفت ان احنا صغيرين اوى سيد اوي فارجعنا عن الفكرة وروحنا الابن الحلال الطيب حبيب الشعب السراميك اه سهل في النظافة بيعورك لما تقع محترم بدأت الرحلة اللي انت عارفها في تنقية السراميك والفرز الاول والتاني والتالت اللي هم كلهم فرز تاسع اساسا بس بيكسروا واحدة فيقللوا الفرز اي كلام المهم اشترينا وجلم بالله تركب ده بقى كان كوم والصناعية وكلهم كوم تاني خطر ما بيتكلمش كتير تحسوا كده لعيب شطرنجة مثلا يحط البلطة ويستنى شوية وبعدين يشيلها ويحطها تاني يجيب واحدة جنبها ويفضل يجرب تقولش خطة نابليون انا مش فاهم بيحسب كل حركة وكل نقلة او زي ما يكون بيحل بازل مثلا المهم خلص شغله بسرعة الراجل يا ادوبك يعني ما اخدش اتناشر سنة في العملية ده انا ابتدت في الموضوع ده ياسين ابني كان في كيجي 2 سلمني تقريبا يوم حفلة تخرجه من الجامعة تعورتوا تعويرة جامدة على كده تعويرة ابن حلال كنت هنسى الراجل بتاع الازاز بمناسبة التعويرة ما احنا بعد ما دهانا ازاز البيت كله اتضمر كان لازم نغيره بعدت جبت الراجل بتاع الازاز جه قعد شرب شاي طبعا اخد المقسات ومشي في سلام ايه ده الحمد للإد انت ربنا رزقك بصناعي كويس اوه ساعة ولقيته بيكلمني قال لي يا باشموندس انا انسيت اسألك اشطفلك الازاز خرزانة ولا شامبورليه طبعا حطني في مأزا اقراهيم انا لو سألته لمؤاخذة ايه الخرزانة وايه الشامبورليه هيفهم النسبون وهيشتغلني للصبح لو ما سألتش اخاف قلبس في حاجة انا مش عايز هدفع الفلوس مرتين مثلا انا بني وبينك حسيت كده بفطريتي السليمة ان الشامبورليه ده قلق مش عارف لي ايه اش تمام كده مايز كده لما الخرزانة برضو احنا عارفينها مجربينها في حتة كتير قلت يالله اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفهش قلت له لا 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 شامبورليه ايه معلم لا لا احنا جدعان قوي خليك في الخرزانة قال لي حاضرتك متأكد يعني مش عايز هو شامبورليه قلت له اه 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 يا عم في ايه اتكى على الله اسطح فضيح كده وقال لي براحتك لا حول ولا قوة الا بالله وقام قافل السك انا مش فاهم الكلام ده قبل مايجي مش عارف ليه او انا بحكي لك دلوقتي حسيت كده ان الشامبورليه احسن انا حسيت ان انا غلط مش عارف اعمل ايه عشان كده انا لما اي حاجة بتبوز عندي في البيت ما بجيبش صناعي ابدا ابدا انا دايما بصلح كل حاجة بنفسي اخربها خالص اسمع كلمتين من مراتي بعدين اجيب صناعي لكن حاجة بتبوز او مجاب صناعي ليه مفيش راجل في البيت يسمع له كلمتين يا ابنة عاليا كلمة حاضر بترج العمارة بترج العمارة ترج مني كده قلت ايه خرزانة ولا شامبورليه عشان الراجل بيزنه مش عارف ليه حسس ان الشامبورليه دي حلوة كان قلبي حسس